السلام عليكم. عباركم ايه? اه اولا باعتزر على التأخير اللي حصل دي لحاجة خارجة عن قرابتي. اه ربوا تكونوا بخير. اه بداية كده قبل ما ادخل في الشرح اه كان فيه ناس بساعة لامتحانات الدولية. متحانات الدولية. او هي ايه الامتحانات الدولية? تمام? اه الامتحانات الدولية بتكون في تلات حاجات. الاي سديل الاي سديل والاي سسري. وحاجة اسمها الام او اس. جزء ما عرفنا ان الامتحانات الدولية بتكون في التلات حاجات دي. الاي سديل الاي سسري الام او اس. تمام. علشان اجدم في الامتحانات دي بجدم من اقرب مركز او اكاديمية موجودة عندي في البلد او اه المحافظة. اه طيب ازاي اعرف ان الاكاديمية دي معتمدة. بدخل على شركة اه الاي سديل. شركة اي سديل اسمها اريبيا. شركة اي سديل اسمها اريبيا. الاي سسري اسمها سيرت بورت. سيرت بورت. الاي او اس عادي طالما الشركة هتكون معتمدة اي سديل هتلاقيها معتمدة عادي اي او اس. معتمدة. آآ من شركة سيرت بورت هتلاقيها معتمدة من ام او اس. الا ام او اس دي اعتبر بيديك درجة خبير في الحياة دي. يعني مثلا كمثال انا عايز امتحن آآ اي سديل. الاي سديل اللي بتمتحن في تلات مديولات. تلاتة مديول. تلاتة مديول. اول مديول بتمتحن الاساسيات الكمبيوتر واساسيات الانترنت واساسيات الاي تي. بتمتحن ستة وتلاتين سؤال على التلاتة دول. اساسيات الكمبيوتر. اساسيات الانترنت. اساسيات الاي تي. المديول التاني فيها اسمها الامن السيبراني. المديول ده كله نظري. كلها اسئلة نظرية. تمام? المديول التالت بيمتحنك في الورد والباور والاكسل التلاتة دول. الورد والباور والاكسل. بيمتحنك حوالي برضو ستة وتلاتين سؤال على التلاتة. تمام. ده اللي هو اللي هو الجديد. اما الجديم اللي هو آآ طيبا. آآ الجديم كان بيمتحنك ازاي? كان بيمتحنك في سبعة مديول. اللي هما السبعة. بيمتحنك الورد الواحده. ستة وتلاتين سؤال. الباور اللي واحده ستة وتلاتين سؤال. الاكسل اللي واحده ستة وتلاتين سؤال. كان في آآ برنامج متضاف وتلغى. اللي هو الاكسز. الاكسز كان موجود الاول دروك تتلغى. تمام? المديول الخامس اساسيات الكمبيوتر والاي تي مع بعض. والمديول السادس. آآ احنا قلنا اساسيات الكمبيوتر واي تي اساسيات الانترنت. وفي مديول سابع اللي هو آآ كان بيمتحنك اساسيات الكمبيوتر الواحده والانترنت الواحد والاي تي الواحده. تمام كده. وبقى المديول او الاسدار الحديث بتاع الشهادة بيمتحنك في تلاتة مديول. اول مديول زي ما قلنا اساسيات الكمبيوتر والانترنت والاي تي مع بعض. وبعد كده مديول اسم الامن السايبراني. والمديول التالت وورد وباور واكسل. اما التحديث الجديد اساسيات الكمبيوتر. بعد كده اساسيات الانترنت. بعد كده اساسيات الاي تي. كده تلاتة مديول. وكانت بيمتحنك في الورد والباور والاكسل والاكسز. كل برنامج او كل مديول كنت بتفتحنوا لوحده. حوالي سبع ميديول. دلوقتي خلهم تلاتة بس. ولغى برنامج الاكسز. من الاول اصل هم تلاتة بس. ايه هم التلاتة? اساسيات الكمبيوتر والاي تي مع بعض. الحاجة التانية اساسيات الانترنت. والحاجة التالتة والبور والاكسيل. طيب. زي ما قلنا ازاي يعرف ان المركز ده او الاكيديمية دي معتمدة. بدخل على موقع الشركة الرسمي بتاع اي سيديل اريبيا. يام السيرت بورت. وبكتب اسم البلد اه اللي انا فيها واسم المحافظة. هيطلع لك كل المراكز المعتمدة في البلد اه بتاعتك. كل المراكز المعتمدة عندك. حاجة وخطص. طيب. سؤال هل احنا فعلا هنراجع الامتحاد الدولي احنا اعتبر على فكرة لو حد دخل الامتحانات الدولية دلوقتي في الورد. يعني بنسبة تسعين في المية هيجفل الامتحان. يعني انا شرحت لك كل حاجة في الورد. تمام? اه بجانب ان هو انا عزا اقول لكم نسبة النجاح بتكون في الشهادات الدولية لازم تتعدل ستين في المية. نسبة النجاح لازم تعدل ستين في المية في كل ميديول. تمام? تمام? حلو خاص. طيب. اه ان شاء الله بعد من خلص بإذن الله الدبلوما مع نهاية الدبلوما هنحل مع بعض الامتحانات التجربية بتاعة الشهادات الدولية. سواء او الامتحانات التجربية دي بتيجي هي هي بالزبط في الامتحانات الدولية مع اختلاف سؤالة واتنين او تلاتة بس انت هتكون عارفه يعني طالما انت فهم البرنامج كويس هتكون فهمه. تمام? اه اه زي ما اقولها نسبة النجاح ستين في المية. اه في كل ميديول. في كل ميديول. مش في الميديولات كلها مع بعض لا في كل ميديول لازم تجيب فوق الستين في المية. تمام? دي بالنسبة لامتحانات الدولية. بتتخصص في تلات حاجات. يا اما بيديك شهادة انك اه اه اللي هو انت بتكون شخص محترف في استخدام مسلا برنامج الورد الباور الاكسل هو بيمتحنك في تلات حاجات. شوف انت عايز تمتحن يا اما في الورد بس وانت اللي بتجدم يعني اه مش صرط ان انت تمتحن التلاتة. انت لو عايز تمتحن الورد بس بتمتحن الورد بس. تمام? عايز تمتحن الباور. عايز في انتحن الاكسل. دول التلاتة المتاحين في الام. تمام? الشهادة دي تنقص من تلات حاجات. اول حاجة عندي اللي هو متخصص. انت حد متخصص في البرنامج الفلاني. الحاجة التانية انت محترف فيه. الحاجة التالتة اللي هو خبير. تاخد درجة الخبير في مسلا برنامج الورد الباور في الاكسل. ده السؤال اللي كان بخصوص التلات او بخصوص الامتحانات الدولية. هل احنا بعد ما نخلص هنحل مع بعض اه امتحانة الدولية? اه هنحل. هنحل ونأهلك ان انت تدخل الامتحانة الدولي وانت ماتطمن يعني. بجانب برضو الناس اللي هتدخل الامتحانات الدولية هندي في الاخر مادة اسمها اساسيات الكمبيوتر. واساسيات الاي تي. واساسيات الانترنت. وهنشرح الامن السيبراني. هنشرح المواد دي كلها. بجانب برضو ان شاء الله بازن الله الناس ممكن تتابع برضو اه يعني الدبلوم هتخلص بالبرامج. لكن بعد كده هتقبل فيه تكملة اللي حابب يكمل يعني. اساسيات الكمبيوتر والاي تي والانترنت. والامن السيبراني. وهنشرح برضو اللي عايز اخد خاصة بالمعلمين. فيه كم برضو زيادة حواليهم من تسعة مديول. تسعة مديول. وحوالي منهم اتنين بس او تلاتة اه غير الورد والباور والاكسل. اه فيه برضو مدتين تاني اه عملي. الباجئ اعتبر نظري. خاصة بشهادة المعلمين. تمام? فان شاء الله بازن الله هناخد كل ده مع بعض. زي ما قلنا اه الدبلوم هتخلص بنهاية البرامج. اه اللي حابب يكمل زي ما قلنا هنشرح مع بعض اساسيات الكمبيوتر. اساسيات الاي تي اللي هو تكنولوجيا المعلومات. اساسيات الانترنت. الامن السيبراني. وهنشرح المواد النظرية في الاي سي دي ال تيتشار. تمام. اسلام ليه عندس. حبيبي. اه بجانب ان احنا برضو هنشرح اللي هو الجوجل دوكومنت يعني الصنادات بتاعت جوجل هنشرحها مع بعض. ونشرح ازاي برضو اه نتعامل مع برامج الاوفيس بس عن طريق الانترنت. تمام. في برنامج الورد في حياء. في ناس كتيرة بتشتغل عليه. فجأة يلاقي الجهاز اللي عندي فصل. في الملفات اللي عندي ضاعت. طب اعمل ايه? اكتبه تاني? لا. بعمل ايه? بروح على قائمة فايل. بروح على حاجة اسمها انفو. واختار حاجة اسمها المانيج دوكومنت. ظهر عندي اختيارين. معناها ان انا عايز ابحث عن الحديات اللي انا ما حفزتهاش. هنا انا لو عايز احذف كل المستندات اللي هي ما تحفزتش. اقول له لا انا عايز الملفات اللي هي ما تحفزتش ان انا كنت اشغال فيها. بروح على حاجة اسمها دي كل الملفات اللي انا كنت اشغال عليها. والجهاز فصل معايا من غير ما ايه? من غير ما تتحفز. بمجرد ما ضغط على الملف ودس اوبن هيتفتح معايا. رجب بعملها تاني من فين من فايل. وبروح على انفو. وبروح على حاجة اسمها المانج دوكومنت. ادارة مستندات. اختار منها اللي هو ريكوفر ان سيف دوكومنت. انا لو انا عايز استكشف الملفات اللي انا محفزتهاش. هلاجيز ظهر معي هنا كل الملفات اللي كنت اشغال عليها وانا نسيت احفزها. بعد كده ادوس اوبن. تمام. هنكمل برنامج الاكسل. قلنا هنشرح مع بعض والشرط وهنشرح مع بعض آآ بداية المعادلات ان شاء الله. تمام. انا عندي زي دية. عايز اعمل له حاجة اسمها او ايه هو ده جدول محوري. تمام? ده اه لو عايز اعمل تقارير خاص بالتقارير. عايز اعمل مسلا اختصر البيانات بدل ما عندي بيانات كتيرة عايز اختصرها او عايز اعمل فرز للبيانات دي. بس تعمل حاجة اسمها يعني جاهزة. ممكن استعمل اي واحد فيهم جاهزة. ده كلهم جاهزين. لا انا عايز اعمل له يدوي. اختار حاجة اسمها البيانات. الاول مسلا. بمجرد ما ادوس على السهم دي فبيقول لك كل الاسماء اللي عند اللي عاوز اعمل لها فرز. حلو خلص. فهروح على اه اعمل تحديد ليه? طيب. اهم حاجة قبل ما انشئ اللي لازم اتأكد ان ما فيش عندي اه خلية فضية. اتأكد ازاي? بعمل ايه? بعمل تحديد للجدول اللي عندي. وباروح على حاجة اسمها يوبا. علشان اتأكد ازا كان في خلايا فضية عندي ولا لا. وده عشان جدول بسيط فا يعني ممكن انا شايف ان فيش خلايا فضية. لكن لو عامل جدول كبير عايز اتأكد منه. بادوس كنترول ايه? بحدد كل جدول اللي عندي. وباروح على حاجة اسمها فايند اند سليكت. فايند اند سليكت. فايند اند سليكت. هدوس على حاجة اسمها الجوتو سبشيال. جوتو سبشيال. اول ما دوس على جوتو سبشيال هتصدر معي قائمة زي دي هختار منها حاجة اسمها بلانك. بلانك. هدوس اوكي? هجلي نوسل وير فاوند. يعني معنا ما فيش خلايا فضية عندي. تاني. علشان اتأكد ازا كان في التيبل اللي انا عامله في جداول اه. علشان اتأكد التيبل اللي عندي في خلايا فضية ولا لأ. بعمل تحديد للشيت كله عن طريق اللي هو كنترول ايه? كنترول ايه? واروح على حاجة اسمها الفايند اند سليكت واختار جوتو سبشيال. واختار منها بلانك. وادوس اوكي. فبيقول لي ان ما فيش خلايا عندي فاضية. دي قبل ما امشي اللي لازم اتأكد منها. دي عندي قاعدة بيانات. عايز اعمل زي اه فلطرة لقاعدة البيانات دي. اه عايز ادور على حاجة معينة في قاعدة البيانات. اه عايز مسلا زي ما قلنا عايز اعمل تقرير. بس تعمل حاجة اسمها بمجرد ما هدوس على كلمة هتظهر معي قائمة زي كده اسمها كرييت بايفو تيبل. كرييت بايفو تيبل. اللي هو انشاء جدول محوري. بيقول لي انت هتحدد الجدول او المدى اللي عندك. ولا عايز تجيب الداتا من مصادر خارجية. لو دست على اه اه تمام? بشوف انا عادي عندي لو عندي مصادر خارجية هتكون ظهر عندي ولا ولا فانا بحدد من هنا الحاجات اللي هي موجودة عند او فور مور. بدور على اه لو عايز اجيب حاجة من المصادر خارجية. طيب. هقول له لا. الجدول اللي انا حددته عايز اعمل له بايبو تيبل. فانا بحدد اول حاجة للجدول اللي عايز اعمل له بايبو تيبل. تمام? بعد كده الاختار التاني. اختار انت عايز تخلي بايبو تيبل فين? عايز تخليه في شيت جديد ولا في نفس الشيت. اقول له لا في نفس اه لو اخترت نفس الشيت. فلازم احدد برضو الجزء اللي عايز اعمل له ايه? اللي عايز احطه فيه. اه بس اتأكد برضو عشان بيكون فيها مشكلة ان انا لازم اه نفس اه اشوف انا عندي مسلا اتأكد التيبل اللي عندي فيه كم صف وكم عمود. لازم اتأكد على العدد الخلايا اللي عندي. لو في خلايا عمل لها دمج برضو اتأكد منها. لازم اتأكد من كل ده. عشان بنفس اللي انا هعمله. هعمله تاني برضو تحت. نفس عدد الصفوف والاعمدة بتاعة التابل الاصلي. هعمله في اه البيو التابل. هقول له لا انا عايز اعمله في يعني شيت جديد. وروح ادوس على اوكي. اوكي. انا بحدد جدول. اه تابل اورانج. اه كده اقول له ان انا عايز اخليه في شيت جديد. ادوسه اكي. فتح معي شي جديد اهو. تمام? ده شكل البيوت اه تابل. وهنا عندي الفيلد او الحقول اللي عندي. الفيلد دي هي رؤوس كل الجدول اللي عندي. رؤوس الجدول. انا ايه? اه ده رأس الجدول. ده رأس الجدول. ده رأس الجدول. وده رأس الجدول. ده كلها رؤوس جدول اهي. يبقى النام ده رأس. والبوزيشن رأس. والدبارتمنت والكود. موبايل. طيب. والفوتو. دي كلها رؤوس الجدول. فبتظهر هنا عندي رؤوس الجدول. طيب. اول ما بقى من البايف التابل تظهر معي حاجتين. وديزاين. تمام. طيب. انا عايز اغير اسم البايف التابل اللي عندي من حاجة اسمها البايف والتيب والنيم. بكتب الاسم اللي عندي. يا اما. هو ده الاختار واحدة. خليه مسلا. داتا قعدة بيانات. شايفين? انا اتغير الاسم تلقائي عندي. اتغير الاسم تلقائي. لو اجيب دس على اي مكان فاضي برا. اتجفل معي. ارجع دس انا عليه فتح معي. هنا عندي. البيب التابل ممكن اعمله عن طريق اربع حاجات. عندي الكولوم اللي هو الاعمدة. اللي هو الصفوف. اللي هو القيم الفلتر اللي هو لو عاز اعمل فلترة. طيب. مسلا اخدت النيم. امسكه كده بكليك شمال واسحبه وحطه مسلا في الكولوم. فظهر معي ازاي عن طريق كولوم اللي هو ايه? اعمدة. الاسمها زهرت معي كاعمدة اهي. كاعمدة. طيب. اخدت خليته في الرو. ظهرت معي كصفوف. ادي كصفوف. دي الاسمها ظهرت معي كايه? كصفوف. طيب. خاص بالقيم. انا عندي مسلا الموبايل دي قيم. اهي. عندي الكود دي قيم. حلو خالص. عندي مسلا اخليه في الكولوم. لا اخليه في الرو. ظهر عندي الاسم تحت الاسم تحت الوزيشن. وهنا الايه? الموبايل اللي هو الكود. الموبايل بتاعه احمد سالم اهو. برضو نفس الاسم. ان هو الاسم الوظيفة بتاعته هو ويديك رقم التليفون بتاعه. حلو. طيب حلو خالص. عايز اغير الاسم بتاع سامقه في موبايل. بضغط عليه ضغطتين. فظهرت معي حاسمها يا اما من اكتب اكتب هنا مسلا كلمة موبايل. لو ندوس انتر. فمش تغير معي. برضو برجع للاسم الجديم. تغيره ازاي? اكتب الاسم اللي عايزه. ودوس على مسطرة. هدوس على مسطرة. كده ادوس اوكي. فكده اتغير معي. بلازم بعد الاسم اللي انا بكتبه اعمل مسطرة. حلو خالص. لو دست كليكي من علي واخترت حاجة اسمها معناها ان انا عايز اجيب في الاخر المجموعة لكل بتاع الاسمها دي. عايز عايز استخدم دلة الصم. ده المجموعة لكل بتاعه من تحت. طيب اه لا انا عايز استعمل دلة. نسمة رايز دلة الماكس. هديني اكبر قيمة عندي موجودة. اهي. طب لو استعملت مسلا دلة المين هيديني اصغر قيمة هي موجودة عندي تحت. استعملت مسلا بيديني المتوسط. في بيديني المتوسط. طيب ممكن اعملها تاني عن طريق برضو الفاليو. اضغط على السهم اللي عندي. وادوس على حاجة اسمها ايه? الفاليو فيلد سيتنج. بحدد هنا الدلة اللي انا عايزة. اه. بحدد الدلة اللي انا عايزة. نفس الكلام هنا برضو. طيب. جيت مسلا الرقم ده عايزة اعدله. عايزة اعدل الرقم دي او بمعنى صحة لو جيت مسلا على حاجة اسمها النمبر فورمات. واخترت كاستم. اخترت كاستم. في الطيب اللي هو النوع هنا مسلا جيت مسلا كميسال كتبت اه سفر اتنين خمسة. ولو دست على انتر. هو اغيره لي. هو غير حاجة ولا ما اغيرش. طيب. تاني. اهو باختار حاجة اسمها النمبر فورمات. وانا في السيمبل او النوع. معنى كده لانا لو كاتب اصفار لو كاتب اصفار عندي في ومس ظهر عندي الاصفار. الناس تلاحز في اصفار موجودة. مفيش غير في طيب الارقام نفسها في اصفار. طيب اظهر الاصفار دي ازاي? برضو كليك ونمبر فورمات. في الطيب هنا. احط سفر ما بين على امتين تنصيص. لازم احط السفر ما بين على امتين تنصيص. شايفين اللي حصل? كتب للسفر. طيب. لأ انا عايز مسلا هنا. نمبر فورمات. كتبت مسلا هنا العلمتين تنصيص. واكتب مسلا اي رقم. واكتب سفر. واكفل العلمتين تنصيص. ودست اوكي. فكتبهولي بس عملي كل واحد. كله بنفس القيمة. فده لو انا مش كاتب السفر مسلا انا عايز اه السفر يزهر معايا. وبزهر ازاي عن طريق نمبر فورمات وفي الطيب هنا بزهر السفر. لازم احط السفر ما بين على امتين تنصيص. طيب. حلو وخالص. طيب. انا لو عايز اعمل فلتر البيانات مسلا عن طريق آآ بواسطة الدبارتمنت. هذه الدبارتمنت. هذه عندي كل الاقصام. عندي آآ القسم. او دست اوكي. فانا كده عملت لها عن طريق مسلا آآ ان كل الناس الموجودة عندي في الانفورميشن. اخترت الانجينيرين ودست اوكي. ده كل ده الانجينيرين اللي عندي. اخترت مسلا ميديا. ادي الناس الموجودة عندي في الميديا. اخترت ادي الناس الموجودة عندي في وكزا. انا عايز اعمل زي فلترة بواسطة مسلا الدبارتمنت القسم. حلو وخلص. احنا قلنا هنا هنا اسم هنا اسم الحق اللي انا واجف عليه. طيب. مسلا دستها حاجة اسمها انسيرت سلكر. ايه معها الانسيرت سلكر? اه انا اسمها انسيرت اه سيزر. انسيرت سيزر. اعملها اضغط عليها. فظهرت معي كل الرؤوس اللي عندي. ادي النام البوزيشن الدبارتمنت الكود الموبايل. انا مسلا حددت على النام وعلى البوزيشن ودست اوكي. فتم ادراج الاتنين. اهو عملي زي فلترة ليهم. ده كل الاسماء الموجودة عندي اهي. هنا. كل البوزيشن. عايز اغير التنصيق بتاعه بغيره عادي من هنا من اهي. وجفت هنا عايز اغير التنصيق بتاعه. اغيره مثلا من هنا اهو. وهكزا. هنا الاسم بتاع السليزر اللي عايز اغيره من هنا اهو. كتبت مسلا اه برودكت. دست اوكي. اغير لي الاسم بتاعه. اخلي زي ما هو النام. حلو خالص. طيب. رجعنا تاني هنا. ده لو عندي يعني مسلا جيت ادراجة عندي اهو. اخترت حالة اسمها وحددته. لازم يكون عندي التاريخ. التاريخ يكون عندي مسلا بالسنة والشهر واليوم. وهدوس على حالة اسمها تايم لاين. بيعمل لخط زمني خاص بالتاريخ. خط زمني. طيب. وجفت هنا ادست على حالة اسمها الفلتر كونيكشن. دست على اوكيه. ده بيزهر لي الحالات اللي كنت عامل لها سيزر. دي الحالات اللي انا عامل لها سليزر اهي. تمام? حلو خالص. هنا لو عايز اغير داتا من تشينج داتا سورس. بروح اغير الاااا الداتا بتاعتي اهو من هنا. لو انا غيرت الداتا وعايز اعمل لها تحديث عشان تظهر معي في من ريفرش. وعتزهر معي. عايز الغي او امسح من كلير. عايز احددهم من سليكت. يقول لي انتر باي فو تيبل. فعمل لي سليكت تحديد. كلير. انا حزفته. اهو. طيب الموف معناها لو عايز احرك الباي فو تيبل عايز اوديه مسلا في نفس الشيت ولا عايز احركه لنيووركشيت. انا بختار من هنا. طيب شايفين علامات المينس اللي هي الصغيرة دي? لو عايز اشيلها بشيلها من الباص والمينس اهو. شلتها. طيب الهيدر بيشلي الهيدر اهو. بيشلي اول هيدر موجود عندي اهو. طيب. الفيلد ليست. شلي القائمة اللي هي ناحية اليمين دي. اهي. بس. دي اه زي ما احنا قلناها. هنا لو دصة حاسمها الفيلد والايتم مختارة الكالكوليتد فيلد. هنا عن طريق دوال انا لما انا عرف اكتر لما نجي نستعمل اللي نكتب المعادلات. انا اخترت حقل ايه? اخترت حقل الموبايل مسلا. دي في الفرمولة بكتب اسم الدلة. ودوس على حالة اسمها انسرت فيلد. ودوس على ودوس على اوكي. فادراج لي حقل او عمود اخير فيه اللي هو ايه? فيه اللي هو عندي الصم. تاني عملها ازاي? فيلد ايتم كالكوليتد فيلد. عايز احسب الحقل دي. عايز احسب حقل مسلا الكود. ودوس على ودوس على اوكي. ادي حسبولي. فين الكود? انا عملت طيب رحت على الفلتر حلو خالص. ادي اسم الحقل اللي عندي اللي انا عايز اكتبه الحقل الجديد. اللي عايز اضيفه. هنا الدلة. هستعملها على اساس ايه? مسلا الموبايل. ودوس انسرت فيلد. وكده ادوس على اد. ودوس على اوكي. فكده ادراج لي عمود اخير فيه اللي هو الفلترة بواسطة الموبايل. بواسطة الموبايل. طيب. الديزاين دي خاصة بالتنسيقات بتاعة اهو. دي كلها تنسيقات خاصة بالبايفو التابل. برضو دي نفس الحكاية دي برضو تنسيقات خاصة به. طيب. في حاجة اسمها دي خاصة بالاجمال الفرعي. الناس اللي في الافتجارة هيعرف يعني الاجمال الفرعي والاجمال الكل. اللي هو تحت بيديني الاجمال الكل اللي المبيد عندي. اما هنا الاجمال الفرعي. هنا آآ ليه قوت? بيزهر كل الحقول اللي عندي في عمود واحد. اما البيلانك رو بيعمل لي صف فاضي وسط كل مجموعة. طيب ازاي اعمل مجموعة? ازاي اعمل مجموعة? انا دي اتحددتها دي احمد. وهد حددت هالة. وحازم. وروحت على اخترتها اسمها جروب سليكشن. انا عايز اخلي التالي دول في جروب واحد. اسمي هنا اسم الجروب عادي. من آآ هادي جروب وان. حلو. جروب وان. طيب انا نخلي احمد وهالأ وحازم في جروب. طيب لو جيت عندي خالد ومحمود ومحمد جروب سليكشن. خليتهم في جروب اتنين. حلو خالص. طيب. لو روحت على احنا قلنا بيخليلي اجمالي فرعي. بيديني الاجمالي الفرعي. اما اللي هو الاجمالي لكل القيم او التيبو اللي انا واجف عليه. ده بيزر كل الحقول في عمود واحد. شايفين? اهو. دي كلها اعتبر خاصة بتنسقط الجدول اهي. طيب. البلانك رو بيعمل لي صف فاضي ما بين كل مجموعة التانية. ده بالنسبة ليه وكل ما يخص كل الفكرة ان انا بعمل زي فلترة ليه? البيانات. انا عايز اعمل تقرير خاص بآه حاجة معينة. عايز اعمل مسلا آآ فلترة بدل ما عندي داتا آآ بيز كبيرة. بحاول ايه على? اصغر الداتا بيز دي. عن طريق ان انا ببحث عن حاجة معينة. انا عايز مسلا الشركة بس. والبوزيشن يزهروا عندي. مش عايز اللي باجي يزهر عندي. فانا بعمل فلترة عن طريق حاجة يسمعها. طيب. واجي عنا تاني اللي داتا بيز اللي عندي وروحت حددتها. وهروح على اختارها اسمها. برضو نفس القائمة اللي فتحت معي ايه? وروح ادوس وكي. فهنا اظهر اللي ادي باي في التابل هنا ايه? الشرط. لو جيت حددت هنا النام. اقول لنا عايز اضيف الاسم. احنا كنا بنضيف عن طريق كم حاجة? حاجة واحدة بس. انا امسكها وروح اسحبها وحطها في الحاجة اللي انا عايزة فيها. ممكن عن طريق انا بعلم عليها علامة صح. في حاجة تالتة. ان انا بضغط كليك يمين على واختار حاجة اسمها تمام? ومن اختار حاجة اسمها الكلاسيك اعلم عليها علامة صح وادوس على اوكي. فده شكل. ده شكل تاني اهو دي. بس امسك الحاجة واسحبها اشوف عايزة اخليها هنا. انا اللي بحدد اللي انا عايزه. طيب. انا قلت عايزة معي الاسم. والقسم. عايز زمرة الدم. وعايز الموبايل مسلا بس. انا عايز ازهر معي ده. ادي شكل. هو هو على فكرة لو جيت اخترت اللي هو الشرط. دي كلها اعتبر نفس الاوامر واحد. انا لايز نفس الاوامر اللي احنا اخدناها ايه? ادي ديزاين. تخاصة بتنسيقات اه الشرط قصدي. هنا لو عايز اغير اللون. تمام? اه ما عشت لحظات? تمام. دي كلها تنسيقات خاصة بالشرط. طيب لو دست على حاجة اسمها اللي هو المحاور اللي عندي اهيه. اللي هو العنوان نفسه. العنوان الخاص بالمحاور. الشرط اللي هو عنوان الشرط عايز اخلي فين بالزبط. اللي هو التوتل. لو خلته ابوف اهو. اغير فيه زي ما انا عايز. اكتب اللي انا عايزه فوق اهو. طيب. هنا خاصة بالدات اللي هي على على العمدة. دي كلها تنسيقات خاصة بالتيبل اللي عندي اهيه. دي كلها تنسيقات خاصة بالتيبل اللي عندي. طيب. طيب انا وجفت على حاجة واحدة فيهم. عايز اغير لونها بغيره عادي. منهم وبختار هنا اللون اللي انا عايزه. قد اسوي. بقفع الحاجة التانية اهو. تمام? اختار اللون اللي انا عايزه. واحدة كزا. احنا قلنا من ديزاين واشيل. انا لو دس على واحدة فيهم بيتحدد معي كله. انا عايز احدد واحدة فيهم واروح اضغط بعد ما بيتحدد كله واروح اضغط عليها واحدة فيهم. لاجات حددت لوح ديها. واروح عليهم من آآ اختار اي لون عندي اهو. وده اللي هو خاص بالتابل وبيبوت شرط. تمام. حلو وخطص. طيب. احنا كنا اخدنا المرة اللي فاتت اللي هي المعادلات. قلنا شرط كتابة المعادلة انا لازم اعمل يسوي في الاول. ولازم اكتب الصيغة الصحيحة للمعادلة. وراعي شروط المعادلة. والاقواس. وان انا ما منفعش اعمل مسافات. منفعش احنا قلنا الاخطار اللي بتظهر عندي في خطأ اسمه على زيرو. ده خطأ بينتج عن القيام بالتقسيم على رقم سفر. يعني انا لو اجي اكسم على سفر بيديني الخطأ دي اللي هو زيرو. فين هو ادي زيرو. طيب. الخطأ اللي هو معناها ان انا حطيت قيمة غير مفهومة. يعني مسلا انا غيرت اسم المعادلة. بدلا ما بكتب مسلا كلمة صم كدبت اسيو. فده قداني اسمه غلط. طيب الان على ايه? معناها ان القيمة نفسها مش متاحة في المعادلة. يعني المعادلة اللي انت عملتها عملتها على قيمة غير موجودة اصلا في الموجود عندي. طيب معناها ان عندي قيمة غير صحيحة او انا ادخلت قيمة خطأ. اه القيمة دي مسلا ممكن تكون اه نص او رقم. طيب 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 مسلا انا جيت استخدم ده اللي اسمها الفيلوك اب. حلو كده. فاستعملتها. اه استعملتها بس في نفس الوقت انا مش جزي من ان انا استعملها. انا جزي ان انا عملت شرط المعادلة تانية. يعني مسلا استخدمت الفيلوك اب. بدل مكتب شرط المعادلة بتاعت الفيلوك اب. كتبت شرط معادلة تاني خالص. اللي هو مسلا اه انا هستعمل معادلة الفيلوك اب. رحت كتبت شرط المعادلة بتاعت اف. معنى كده ان انا عملت ما رجع خاطئ في المعادلة. هزر معاني الخطأ ده. طيب. الان يو ام اللي هو النمبر. معنى انا في رقم دخلته غلط. النيل لو ديت استعملت مسافات. ما بين كل دلة والتانية. الدلة بتتكتب كلها مرة واحدة. ما فيش مسافاتنا بينها. طيب. في دول انا بتبحس عندي على الاخطاء. هنستعمل كل دلة فيهم. دلة اسمها بتبحس على اي نوع من الاخطاء. اه دلة اسمها بتبحس على اي نوع من الاخطاء باستثناء اللي ان على ايه? بتبحس عن الخلية التي تحتوي على خطأ ان على ايه? بتبحس عن الخلية التي تحتوي على الخطأ ار اي اف. تبحس عن الخلية التي تحتوي على خطأ رقمي. تبحس عن الخلية التي تحتوي على خطأ نصي. بتبحس عن الخلية التي تحتوي على تفحص الخطأ الغير نصي. تبحث عن الخلايا الفارغة. تفحص الخلية التي تحتوي على رقم فردي. تفحص الخلية التي تحتوي على رقم زوجي. لو انا كاتب معادلة غلط فبستعمل بتفحص لي عن المعادلة انا كاتبها غلط. طيب. حلو خالص. طيب. ديت انشاءات احنا قلنا الناس لو تفتكر قبل ما بنشأ اشوف انا عايز اكتب من ناحية اليسار هنا ولا من ناحية اليمين. لو من ناحية اليمين هروح على البيجلي قوت. واختار حاجة اسمها الشيت فكده انا بكتب الشيت من ناحية اليمين. من ناحية اليمين. حلو خالص. طيب. الناس لو الجهاز موجود معها تشتغل معي. يعني هكتب الناس من ناحية التيبل اللي انا بعمل له. هنا المسلسل. وهنا الاسم. وهنا مسلا. المادة. هنا المجموع. هنا المتوسط. هنا اكبر قيمة. وهنا اصغر. او مش هعملها هنا اكبر قيمة اصغر قيمة. ايش مشكلة بس الناس تركز معي عادي اللي انا بعمله بتركز معي اللي بعمله. انا لما اجي اطبع مش هتطبع معي الشبكة البيانية. عايز انا هعمله ايه? حدده واروع على البوردر. واختارها اسمها المسلسل والاسم هخليهم كلهم في المنتصف من هنا. المسلسل والاسم والمادة. الاسم والمادة. حلو كده هكتفي نصلا بدول بس. دول اعمل لهم اسم والمادة. حلو خالص. اده عملت له وروح اكبر دول انا بس اكتفي بدي ادول بسيط زي ده صغير كده هوا. طيب. اقبر عادي زي ما نريز. انا لما باجه اجف على خلية ادي كتبت رقم واحد كتبت رقم اتنين عايز اخليه عادي يكمل الترتيب بتاعه تلاتة اربعة خمسة هروح اعملها يا دوي لأ بكتب اول قيمتين عندي تمام يعني بقول له ان انا عايزك تمشي لي واحد واحد تمشي لي واحد واحد اروح احدد القيمتين اللي عندي ناحية الي صار تظهر معي زي مربع باللون الاخضر او ناحية اليمين على حسب كل واحد عنديكم على النسخة وراح امسكها واسحبها لتحت ايه اللي حصل عملي تسلسل بتاعه طيب جيت كتبت اتنين بعد كده اربعة معناها ان انت تمشي لي اتنين اتنين لازم حدد اللي اتنين مع بعض واروح اسحب اهو طيب جيت مسلا عملت تلاتة ها هتمشي لي تلاتة تلاتة رحت حددت اول رقم بس وجيت سحبت خليها لكلها تلاتة لان انا ما قلت له اوش تمشي لي ازاي انا هنا حددت اللي اتنين علشان هو يعرف ان انا همشي اتنين اتنين كل مرة فلو دست هنا تلاتة وتحتها ستة رحت حددت اللي اتنين وروحت سحبت اهو معناها ان انا عرفت ان هو هيمشي لي كل مرة تلاتة تلاتة وهكزا جيت كتبت مسلا السبت وروحت سحبت جل كل السبت طيب لو جيت كتبت سبت من غير اهو لام جيت سحبت برضو نفس الكلام طب غلط في ايه معناها ان انا مش هعمل قائمة بالبيانات هعمل القائمة دي ازاي هروح على اختار الضنصد هنزل تحت خالص اختارها اسمها اكتب هنا في اللي هو قاعدة البيانات او او الحاج اللي انا عايز اعمل لها زي ديانات ادي السبت اعاز اعمل لها تسلسل السبت لحد سنين السلساء اربعة الخميس الجمعة بعد كده هدوس على عد فهو كده اه تمت اضافته وادوس على اوكي وادوس اوكي لما باجي اكتب السبت واجي اسحب لتحت جلل لحد الاتنين التلاتة لاربعة خميس الجمعة السبت لحد اتنين تلاتة وهكذا لان انا عامل قائمة طيب جيت مثلا كتبت بالانجليزي اللي هو السطر دي وراحت سحبت جل صندي منضي يوز دي وينز دي سارز دي فراي دي سطر دي وهكذا لان هو عارف ان انا عامل قائمة طيب زي ما قلنا ان انا كاتب رقم ايا كان الرقم اهو القيمة دي عاز اخليها مسلا لونج تيكس اهي اه قصد لونج ديت تاريخ طويل عاز اخليها تاريخ قصير التاريخ الطويل الطويل بيكون مديني اليوم والشهر والسنة اما الشرط ديت التاريخ العادي بتاعنا مثلا اه الكرنسي بيدينا علامة العملة الطايم اللي هو الوقت بيديني الساعات والدقائج والسواني ايه داني طيب ممكن من هنا برضو اختار حاجات تانية زيادة اهي 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 عند الكرنسي والسيمبل بختار العملة اللي عندها اهي ومن كرنسي بعد كده السيمبل دي كلها عملات دي كلها عملات ياما اختار اختارها من هنا العملة ايه دي كلها عملات تانية عاز مور اكاونتنج فرمات بيدينا عملات زيادة ايه طيب اه طيب اه مسلا انا كاتب رقم زي ده ورحت على واخترت مور نمبر واخترت اه من النمبر اه ارقام عشرية عاز اخليه بعد كم رقم العلامة ادوس على اوكي ادي بعد تلات ارقام وهكزا تاني ازاي بعمل ان انا بروح على فايل بعد كده اوبشن بعد كده اوبشن بعد كده ادفانسد اهو تاني فايل بعد كده اختار اوبشن واختار بعد كده ادفانسد هنزل تحت خالص هلاقي حاجة اسمها اضافة قائمة دي كل القوام متضافة عندي اهي القوام دي هي سبتة في البرنامج اما دي انا ضيفها اهو ملاحظين هنا مش متاح لنا اعدل عليها عشان دي سبتة في البرنامج اما هنا دي السبت اللي حد اللي اتنين التلات اربع دي انا اعملها طيب عايز اضيف قائمة تاني ادوس على اد اختار واكتب القائمة لو عايز اكتب قائمة اسماء ادي محمد مسلا احمد ابدالله مروه اه كده ادوس على اد وادوس على اوكي دوس اكتب اول اسم مسلا محمد اجي اسحب ظهر معي القائمة اللي انا عملها محمد احمد مونة عبدالله مروه عايز اعزفها من فايل اوبشن واختار ادت احدد القائمة اللي عايز اعزفها وادوس على اقول له اوكي دوس اوكي تماما اه حلو خلص طيب استاذ نور الدين اه تفضل كنت محتاج حالة اه لان صبحت لما اجي مسلا اكتب اه مسلا خمسة وعشرين على التلاتة وين جايب لي تاريخ فما باش عايز التاريخ اقدر غير زي مسلا اقدر كتب تلاتة على خمسة وعشرين لا تلاتة على خمسة وعشرين مسلا ام ضغطي التار او فانا محبش في حاجة اسمها عندي اسمها في حاجة اسمها تحلها ازاي يدس على عايز اكتب حاجة على حاجة يب تاني هروح مسلا على عندي قيمة فيها كزا حاجة هنا اهو لو اخترت تمام دي كلها حاجات عندي هي جاهزة اخترت مسلا واحد على اتنين اكتب مسلا القيمة اللي انا عايزة خمسة على تمانية ادهاني مرضو نص مشكلة هنا ان هو بيديك قيم موجودة عندك دي هزا دي لو عايز اعمل كسر طبق حلها ازاي ممكن ادسع واحد مسلا على اتنين ادي واحد على اتنين مسلا طيب يديني هنا التاريخ لو روحت على ومن اخدت اي واحدة فيه مسلا ودست اوكي روحت كتبت اتنين على ستة برضو مديني نص ايه لان انا اصلا حددت له قلت له اللي انا عايزه دي مشكلة هنا مديني قيم سابتة عندي اهو حتى مهما احاول اعدل فيها مش هتتعدل فيفضل انا اعملها كمعادلة يساوي مسلا واحد على اتنين دست اوكي طب يساوي مسلا اتنين على سبعة برضو مديني نص جيت وجفت هنا يساوي خمسة على تلاتة اهو بفضل انا اعملها كمعادلة عشان نحسبها لي يساوي مسلا اتنين على ستة ولو دست اوكي بحسبها لي اهو تمام تمام طيب هنجرب طيب تيكست فين تيكست ادي تيكست وروح تكتبت مسلا واحد على ستة بالزبط 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 شمهندس محمود شكرك هندس اشكرك هندس انا بجف على الخلية اروح اختار حاجة اسمها تيكست واكتب مسلا تسع على سبعة سبتت معي طيب جيت انا كتبت كويس ان برضو فكرتيني عشان انا عايز مسلا لو جيت هكتب رقم تليفون زي دي اهو وروح تد وروح تدست هلاقي السفر مش موجود ازاي ازهر السفر برضو هاختار تيكست وروح اكتب الرقم اللي انا عايزه وادس اوكي في قد السفر موجود عندي عايز اطبق اطبقها على كل الخليل اللي عندي هروح اسحبها لتحت هاجي هنا اكتب الرقم هلاقي السفر موجود اكتب هنا الرقم اللي انا عايزه وهكزا يجب عشان اكتب السفر اخليها تيكست عايز يثبت الحياة الموجودة داخل الخلية انا كتبت مسلا تمانية على سبعة اغيرت هاختارها اسمها تيكست وروح اكتب تمانية على سبعة فلاقيها موجودة عندي هلاقيها موجودة عندي فانا عملت هوا زي دي تمام ما هو فعل مش تكبل معادلة دي يعني انت لو عملتها تيكست اخترت دي تيكست وروح تكدرت مسلا معادلة يساوي مسلا اه اتنين على ستة ودست وكي فدي مشكلة يعني احنا بنحاول نحلها من ناحية الناحية مش هتحل يعني لو عملت لها مش هلاقيها بتشتغل معي معادلات لكن لو خلتها عادية كده روحت كتبت يساوي تمانية على تلاتة ودست وكي فهي المعادلة اشتغلت معي تمام تبلغة اخترت مثلا اشتغلت معي تماما تماما طبعا انت اهو? هنخترق من كاستم. كاستم الحالية الوحيدة كنت بستعملها في لو عايز اعمل آآ السفر. السفر مش بتكتب معايا. بعمل عن طريق ايه? الكاستم. رحت كتبت مسلا هنا رحت حددت على السفر. ودست وكي. وروحت كتبت مسلا الرقم. هلاجي برضو مزاهر معايا. الكاستم دي بستعملها لما باجي اعمل يفضل ما استعملاش في اي حاجة تاني هنا. انا كل اللي هميني هنا اللي هو النص. هميني الطايم لو ادي اشكال مختلفة للتاريخ. للوقت جزدي. والديت دي اشكال مختلفة ليه التاريخ. اللي هي العملات. نمبر ارقام. وهكزا. طيب الناس ممكن تجربها عادة وتشوفها. تشوف كاستم. حول تجربها. تمام? اشكال ممكن تجربها. كدبت اسمها عندي والمادة مسلا اه هكتب ايا كان اسم المادة. اه انتقال حرارة كتلة. اكتب ديناميكا حرارية. اه هكتب مسلا تبريد تكيف. صرف صحي. غزات طبية. حريق. اه تكنولوجيا انتاج. تقارير ثنية. تقارير ثنية. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب اول حاجة هستعملها اول ده اللي هناخدها ان شاء الله ده يوقتي هتقبل بداية المعادلات معنا اختار هاخد اول ده اللي عندي اه انا اعتبر كل اعتبر احنا خلصنا بس اللي هو حاليا بنشتغل على المعادلات يقبل المعادلات الجاية كلها معادلات فقط مش هناخد حاجة غير المعادلات حلو كده يقبل المرة الجاية هتقبل معادلات تمام احنا قلنا ازاي عمل لها ميرج بحد الخلايا واعمل لها على ميرج هنا المجموع هنا المتوسط وهنا القيمة العزمة وهنا اختار القيمة الصغرى حلو المجموعة اللي هي sum والمتوسط قيمة العزمة قيمة الصغرى اللي هو المين حلو اه بجانب برضو المعادلات بعد ما نخلص المعادلات هناخد التطبيقات على الاكسل يعني هنعمل مسلا مع بعض جدول كامل للحضور والانصراف متاع العاملين وفيه دوال معينة بستعملها فيها اه هناخد مع بعض ازاي اربط البيانات في الاكسل ازاي عمل لها تصدير وهيدي كلها ناخدها ان شاء الله بعد ما خلص المعادلات قولنا قبل اي معادلة بكتب يساوي اكتب اسم المعادلة اللي هو sum وهروح بعد كده افتح القص من تسعة هبيقول لي نمبر وان نمبر تو نمبر سري وهكذا ادي شروق شرط المعادلة معناها ان انا بحدد من الداخل ارقام هروح احدد لي الارقام اللي عايز اعمل لها مجموعة واروح اكفل القص من شفت زيرو ودوس انتر فكده هو جمع لي الارقام الموجودة عندي تاني جمعها ازاي جمعها ازاي هنعمل مع بعض الاحزب على الكسل حاضر هنعملها حاضر بقى اعملي ساوي اول حاجة بعد كده بكتب اسم الدلة اللي هو sum اللي هو المجموع واروح افتح القص واروح احدد المدى اللي عايز اعمله مجموع ادي حددت الخلايا اللي عندي واروح اكفل القص من شفت زيرو واروح ادوس انتر فكده هو جماعة الارقام الموجودة عندي يبقى الصم خاصة بيه المجموع طيب انا عازة اجيب المتوسط بتاعت الارقام دي المتوسط كنا بنجيبه ازاي ان انا بجمع الارقام دي كلها وعلى عددهم يعني بجمع التسعين زائد خمسة وسبعين زائد خمسة واربعين زائد خمسة وخمسين زائد سبعة وتمانين زائد ربعة وستين زائد سبعين على عددهم واحد اتنين تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. يجب اجمعهم على كام? على عشرة. الدلة الخاصة بالمتوسط يساوي تمام? واروح افتح القوس. واروح برضو احدد الخلال اللي عايز اعمل لها اجيب لها المتوسط. ما حددش المجموع معايا. ان المجموع دي ده اللي اصلا معمولة. واروح اكفل القوس من شفت زيرو ودوس انتر. كده عمل لي معادلة المتوسط. جمع حملي وجسمهم على عددهم. طيب. لو جفت على الخلية هلاجي في الشريط اللي هو الشريط الصيغة من فوق. عمل لي المعادلة. كتب للمعادلة. طيب. القيمة العزمة اكبر قيمة. هنا اكبر قيمة عندي كامل? سبعة وتسعين. ازاي اجيب عن طريق دلة? ازاي اجيب اكبر قيمة من القيم دي كلها? اعمل حاجة اسمها يساوي. هكتب ماكس. واروح افتح القوس واروح احدد المدى. واروح اكفل القوس. ودوس انتر. ادداني اكبر قيمة عن طريق معادلة. سبعة وتسعين عن طريق دلة اسمها الماكس. طيب لو عايز اجيب اصغر قيمة من القيم دي اصغر قيمة عندي كامل? خمسة واربعين. يجب بدي اصغر قيمة. والسبعة وتسعين اكبر قيمة عندي. حلو. اعمل يساوي حاجة اسمها المين? واروح افتح القوس. واروح احدد الخلائي. بعد كده بكفل القوس وادوس انتر جل لخمسة واربعين. دول اربع اول اربع معادلات عندي. فيهم اي مشكلة اربع معادلات دول? تمام. اربع حاضر. هنعيدهم تاني اهو. قلنا لو عايز اجيب المجموع بتاع الارقام اللي عندي. اول حاجة اشيلها دي خليها انا اخليها او نوفل. احنا زي ما قلنا نوفل. انا عندي ارقام. عايز اجيب مجموع الارقام دي. عن طريق ده اللي اسمها صم. قبل اي معادلة لازم اعمل يساوي. لو جيت كتبت كلمة صم. ويبقيتش معادلة. لازم اليساوي. اليساوي ده شرط من شروط المعادلة. اعمل يساوي. وروح اكتب صم. صم دي دلت للمجموع. تاني. الخاصة بالمجموع اللي هي صم. واروح افتح القوس من تسعة. افتح القوس من تسعة. فجيلي نمبر وان نمبر تو وهكزا. معناها ان انت هتجمع ارقام. فبروح احدد الارقام اللي انا عايز اعمل لها جمع. بحددها ازاي? كليك شمال واسحب. اهو. لو عايز اكتب اسم الخلية بكتبه عادي على فكرة اهو. كدبت مسلا ادي دي اتنين. فكده حدد لي اعمل لي تصديل حوالين اول الخلية. وروح اعمل النقطتين اللي فوق بعض من وروح اكتب مسلا دي حداشر. اعمل لي تحديد لكله. وروح اكفل القوس من شفتي زير وادوس انتر. يبه هو جمع لي الارقام اللي انا حددتها. طب لو عايز اجيب المتوسط. احنا قلنا المتوسط هو خاص بايه? بيعمل لي بيجمع لي الارقام دي كلها. اللي هو سبعمية اتنين وعشرين. على عددهم اللي هو كامل? على عشرة. بعد كده نجرب مع بعض. سبعمية اتنين وعشرين. على عشرة. يساوي اتنين وسبعين واتنين من عشرة. طيب. لو قلت يساوي اللي هو المتوسط. وافتح القوس. واروح بيقول لي برضو نومبر وان ونومبر تو. انا اجيب متوسط لارقام. الصم والافش خاصين بالارقام. والماكس والمين نفس الحكاية. ادي حددت. واروح اكفل القوس وادوس انتر. انا جل اتنين وسبعين. الالة حزبها اتنين وسبعين اتنين من عشرة. انا مش مش مقرب. انا مش عامل لي تقريب. تمام? بس هو ده المضمون المتوسط. اللي هي القيمة العزمة بيجيب لي اكبر قيمة موجودة عندي في الارقام. اكبر قيمة كام هنا? سبعة وتسعين. بعملها ازاي? يساوي. افتح القوس برضو قل لي نومبر وان نومبر تو وهكزا. يعني معناها ان انت عايز تجيب القيمة العزمة لارقام موجودة عندك. اكبر قيمة موجودة. واروح احددهم. واروح اكفل القوس وادوس انتر. فهداني اكبر قيمة عندي كان سبعة وتسعين. طيب. لو عايز اجيب اصغر قيمة من القيم دي اصغر قيمة كان خمسة واربعين. بيجيبها ازاي عن طريق ده اللي اسمها المين? واروح افتح القوس واروح احدد تيبل اللي عندي. او احدد جز الخلال اللي موجود عندي. حددت الخلال اللي عايز اجيب منها القيمة الصغرى. واروح اكفل القوس وادوس انتر جال لي كان خمسة واربعين. طيب. القيمة العزمة بيدين اكبر قيمة يعني اه اكبر قيمة موجودة عندي. دي السبعة وتسعين اول اكبر قيمة. اهي. طيب تاني اكبر قيمة كام? بعد السبعة وتسعين? تسعين. يجب تسعين دي تاني اكبر قيمة. طيب تالت اكبر قيمة? سبعة وتمانين. رابع اكبر قيمة كام? خمسة وسبعين. وهكذا. طيب بعمل ده ازاي? بعمله عن طريق ده اللي اسمها اللارجي والاسمولي. ثاني اكبر قيمة. الده اللي اسمها لارج. طيب. ثاني اصغر قيمة. ثاني اصغر قيمة. الده اللي اسمها سمول. طيب. اللارج دي مرتبطة بالماكس والاسمول مرتبطة بالمين? احنا قلنا الماكس بيدين اكبر قيمة عندي. اكبر قيمة اللي هي اول اكبر قيمة. طب لو عايز اجيب تاني اكبر قيمة او تالت اكبر قيمة. بعمل ايه? بعمل يساوي. اكتب كلمة اللارج اللي هي الدلة. واروح افتح قوس. اول ما هفتح القوس بيقول لي ايه معنى? الري يعني بحدد الخلايا اللي موجودة عندي. الخلايا اللي عاز اجيب منيها تاني اكبر قيمة. الدي دي معنى ان لو عايز اجيب تاني اكبر قيمة. هكتب مكانها اتنين. عايز اجيب تالت اكبر قيمة هكتب تلاتة. رابع اكبر قيمة اربعة وهكزا. اروح احدد الجدول اللي عايز اجيب مني تاني الاصد الخلايا اللي عايز اجيب منيها تاني اكبر قيمة. واروح اعمل فصلة. من حرف الواو. شايفين الفصل اللي من تحت دي? اتلاقوها عند الناس. في ناس عندها فصلة منقوطة. على حسب كل نسخة. الفصلة المنقوطة من الكاف. اروح اكتب مسلا تاني اكبر قيمة اللي هي كام? اتنين. اكتب اتنين. وارح اكفل القول صدوس انتر اداني تاني اكبر قيمة كام? تسعين. حلو. تاني. الماكس بيديني اكبر قيمة موجودة عندي. يبقى الماكس بيديني اكبر قيمة موجودة عندي. اللي هي اول اكبر قيمة. المين? اصغر قيمة موجودة عندي. اللي هو ايه? اللي هو اول اصغر قيمة. طيب. لو عايز اجيب بقى تاني اكبر قيمة. تالت اكبر قيمة رابع اكبر قيمة ده اللي اسمها يساوي اكتب واروح افتح القوس. تمام? الري بحدد الخلايا اللي عايز اجيب منها تاني اكبر قيمة. واروح اعمل فصلة زي ما قلنا او فصلة منقوطة على حسب الشرط المكتوب عندي تحت. فصلة ازاي? من حرف الواو فصلة منقوطة من حرف الكاف. الكيدة معانا ان انا لو عايز تاني اكبر قيمة هكتب اتنين. لو عايز تاني اكبر قيمة تلاتة. رابع اكبر قيمة اربعة. وهكزا. انا عايز تاني اكبر قيمة. وراح اكفر القوس من شفت زيرو. اداني تسعين. الاسمول ناصل حكاية. انا عايز تاني اصغر قيمة. يساوي. اسمول. افتح القوس. قل لي الري وكاف. اه جزء الري اوكي. الري بحدد مدى الخلايا اللي عنده هو. انا عايز اجيب منها تاني اصغر قيمة. واروح اعمل فصلة. وانا عايز تاني اصغر قيمة ولا تالت ولا رابع ولا خامس. بكتب هنا الرقم اللي انا عايزه. انا عايز تاني اكبر قيمة. انا اسف. تاني اصغر قيمة. تاني. بكتب يساوي. افتح القوس. الري اللي هو بحدد المدى اللي عايز اجيب مني تاني اصغر قيمة. واروح اعمل فصلة. الكي اللي هو لو عايز تاني اصغر قيمة اقبل كيه انا هيساوي اتنين. تالت اصغر قيمة لكيه هيساوي كام تلاتة. رابع اصغر قيمة لكيه هيساوي اربعة وهكزا. ما فيش مشكلة هيخفي لها في الكلام عادي. ما فيش مشكلة اه لازم اخفي معك الكلام. لازم اخفي معك الكلام. هتلاقي اللي المساحة نفسها مش مكافية. فبيخفي لك الكلام اللي تحته. تمام? بس مش هعمل حالة. مش هعمل مشكلة معك. فانا لو عايز تاني اصغر قيمة روحت كدبتي اتنين. وروح اكفي لقص فهداني تاني اصغر قيمة. انا اصغر قيمة عندي كانت خمسة واربعين. اللي بعدها خمسة وخمسين. وهكزا. ودي اللي هي والماكس والمين واللارج طيب. آآ هناخد مع بعض التلات دول تانيين دلوقتي. وهننهي بهم ان شاء الله السيشن. طيب معلش آآ مين اللي بيتكلم? شمان دس رومان معلش يعمل لي. الجروب. بتاع الواتساب. طبعا فهمت? يعني ماشي انا انا لما باجي ده اللي هو خاص بالزوم. فكده. حلو ماشي. الى اصغر قيمة قلنا سمول. كده ظاهر معك. كده ظاهر صح? اروح افتح القوس. واطلع فوق اروح احدد المادة اللي انا عايزه. واعمل فصلة. ولو عايز تاني اصغر قيمة هكتب اتنين. واروح اكفل القوس. هي هي زي اللارج. هي هي اللارجة بس اختلاف اللارج انا عايز تاني اكبر قيمة والاسمول عايز تاني اصغر قيمة. طيب. اخر تلات دوار عشان نطولش عالناس. دول عشرة الناس تركز فيهم. ثمان. بعد كده احنا قلنا اي دلخ خاصة بالعد اسمها كونت كونت. طيب. لو عايز يعدي لي مسلا الارقام بس. عد الارقام. بيعدل لي اه كم خلية فيها رقم عندي. باستخدم ده اللي اسمها الكونت. طيب انا عايز اعد مسلا الارقام والنصوص مع بعض. عد الارقام. والنصوص. هستعمل ده اللي اسمها الكونت ايه? الكونت ايه? طيب لو عايز اعد الخلايا الفارغة. عد الخلايا. الفارغة. هستعمل ده اللي اسمها الكونت بلانك. ده اللي اخيرة اسمها التقريب. اللي هي الراونت. دي خاصة بالتقريب. هناخدها مع بعض متقلقش هي مش هتاخد وقت معنا. تمام? التقريب. اسمها الراونت. حلو خالص. ده روكت انا عندي خلايا. دي الخلايا فيها نص ده نص ده نص ده نص ده نص ده نص ده رقم ده رقم ده رقم ده رقم ده رقم. فانا لو عايز اعد الارقام بس الخلايا اللي فيها ارقام بس. وروح بعمل ايه? يساوي. وروح اكتب اسم الخلايا اللي هي اسمها الكونت. وروح افتح القوس. انا لو جيت حددت كل ده مسلا انا اهو. وروح جفلت. فجلي عشرين. عرف ازاي عشرين? انا كم خلايا فيها رقم عندي? رغم ان انا محدد برضو الخلايا اللي فيها نصوص. هو هو عدل الارقام بس. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة. وهنا برضو عشرة. فجلي انت عندك عشرين خلايا فيها ارقام. طيب عايز اعرف عايز اعد النصوص معها برضو. هعمل يساوي. كونت ايه? وروح افتح القوس. وروح احدد الجزء اللي عايز اعدي فيه الخلايا والنصوص. اروح اكفل القوس وادوس انتر جلي اربعين. معانا ان انت عنديك اربعين خلية فيها ارقام ونصوص. طيب. تاني. انا عايز اعد الارقام بس. انا عايز اعرف كم خلية عندي فيها ارقام بس. عن طريق ده اللي اسمها الكونت. يساوي كونت. وروح افتح القوس. لو جيت حددت كل ده. بعد كده بكفل القوس وادوس انتر. جلي انت عنديك عشرين خلية فيها ارقام. دي كلها ادي ارقام. وادي ارقام. ما اعدش النصوص معي. حلو. طيب انا عايز اعد المصوص. هعمل يساوي. كونت ايه? اروح افتح القوس. وروح احدد. وروح تجفلت القوس في الاخر وادوس انتر. قل لي اربعين. قل لي انت عنديك اربعين خلية فيها ارقام منصوص مع بعض. اربعين خلية فيها ارقام منصوص مع بعض. حلو خالص. طيب. انا بقى عايز انا عندي مسلا خلية زي دي فاضية. خلية زي دي فاضية. انا عايز يعدي لي انا عندي كم خلية فاضية. هستعمل حي اسمها كونت بلانك. يجب اي دل خاصة بالكونت فهي خاصة بالعد. كونت بلانك. وروح افتح القوس. وروح بحدد الجزء اللي عايز ابحث في داخله. وروح اكفل القوس ودوس انتر جل لي اتنين. يعني انت عند خليتين فاضية. تلاتة. طيب. رحت حزفت واحدة ربعة. حنزل تحت بيقول لي انت عنديك اربع خلية فاضية. اهي. اربع خلية فاضية. طيب. انا عندي رقم زي دي مسلا. الرقم دي مسلا ادي اه مية خانسة واربعين. سبعة تمانية تسعة. عايز اعمله تقريب لاقرب رقم عشر واحد يما رقم الاقرب رقمين يما الاقرب تلاتة. بس تعمل ده اللي اسمها الراونت. اعمل يساوي. وروح افتح القوس. بحدد الخلية اللي عايز اعمل لها تقريب. تمام? وروح اعمل فصلة. انا لو عايز اقربه لاقرب رقم عشري. هكتب واحد. اقرب رقمين اتنين. اقرب تلاتة. هكتب تلاتة. هقول له انا عايز اقربه لاقرب رقمين عشريين. وروح اكفل القوس ودوس انتر. اللي حصل. عملي تقريب لي لاقرب رقمين عشريين. تاني. بعمل يساوي. بستعمل ده اللي اسمها الراونت. وروح افتح القوس. اول حاجة بحدد الرقم. او بحدد الخلية اللي عايز اعمل لها تقريب. انا حددت الخلية دي اهي. وروح اعمل فصلة. انا لو عايز اقرب لاقرب رقم عشري. هكتب واحد. اقرب رقمين. هكتب اتنين. اقرب تلاتة هكتب تلاتة. اقول له انا عايز اقرب لاقرب رقمين عشريين. وروح اكفل القوس ودوس انتر. فهنا اقربه لي لاقرب رقمين عشريين. تاني. بقى الصم خاصة بالمجموع. بس اعملها ازاي? يساوي. صم. وروح افتح القوس. وروح احدد الارقام اللي عايز اعمل لها مجموح. وروح اكفل القوس ودوس انتر. ايه. لو عايز اجيب المتوسط. هكتب يساوي افتح القوس واحدد الخلية اللي عايز اجيب المتوسط بتاحها. وروح اكفل القوس ودوس انتر. الماكس لو عايز اجيب اكبر قيمة عندي. والمين لو عايز اجيب اصغر قيمة عندي. طب لو عايز اجيب تاني اكبر قيمة تاني اصغر قيمة سمول. بحدد برضو المدى وبعد كده بقول له لو عايز تاني اكبر قيمة هكتب اتنين. لو عايز ثالث اكبر قيمة هكتب تلاتة وهكزا. هنا برضو اصغر اه تاني اصغر قيمة وهكزا. بعد كده ده والكون. اي حاجة خاصة بالكون فهي خاصة العد. انا عايز اعد الخلال اللي فيها ارقام بس. هستعمل ده اللي اسمها كونت. طب ارقام منصوص مع بعض. كونت ايه? طيب عايز اعد الخلال الفارغة. انا عندي كم خلية فارغة? اختارها اسمها كونت بلانك. طب انا عندي خلية وعايز اعمل لها تقريب. انا عندي خلية وعايز اقرب الرقم اللي عندي عايز اقربه الاقرب رقمين عشريين. بعمل يساوي وافتح القوس وروح احدد الخلية نفسها. تمام? احددت الخلية. ولو عايز اقربه الاقرب رقمين عشريين. اهو. بعمل يساوي. اروح احدد الخلية اللي عايز اعمل لها تقريب. وروح اعمل فصلة. لو عايز اقربها الاقرب رقم عشري بكتب اقرب رقمين هكتب اتنين اقرب تلاتة هكتب تلاتة وهكزا. هنا على فكرة في بعض النسخ يما فصلة يما فصلة منقوطة. بس انا عندي زهرة من تحت فصلة. هستعمل فصلة. فادوس انتر. كده اقربها لي لاقرب. رقمين عشرين. التسك بتاعكم هيكون على الدول. عشر دول دول. هتنشؤوا لي زي دية. جدول زي دية. انا هابعت لكم التسك. تمام? هتنشؤوا جدول زي دية. وتعملوا في العشر دول دول. بجانب هتعملوا القائمة من فايل واوبشن. هتعملوا من هنا. قائمة هقول لكم انا القائمة اللي تعملوها ايه بالزبط. تمام? تمام. حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة. المحاضرات الجاي كلها معادلات. كلها معادلات. احنا اخدنا عشر معادلات من ميت معادلة هناخدهم. لسه هفضلين معي حوالي تسعين معادلة تاني. الناس تركز معايا. تمام? اه هناخد محاضرات اكتر في الاكسل ان شاء الله. هناخد بازن الله اه معادلات اكتر. كل المعادلات الموجودة عندي في الفرمولة هناخد تسعين في المئة من معادلات دي. تمام? اهيكبت هنعمل تطبيقات على الاكسل. ازاي اعمل مسلا حالة زي على حزبة. ازاي مسلا اعمل اه اصدر البيانات من الاكسل. اه هنستعمل برضو حال يسمها من داتا. حال يسمها داتا. هعمل لست من الاسماء. بس عن طريق دلة. هنتعلم ازاي نعملها. كل ده ان شاء الله هناخده المحاضرات الجاي. اه لا ان شاء الله هنخلص قبل رمضان الجزء الاكسل كله. الاكسل هيخلص معي قبل رمضان. تمام? اه والباور بيه ان شاء الله هيخلص برضو قبل رمضان. يعني هنكون خلصنا على الاقل الاكسل والباور بيه. والبروجيكت ان شاء الله يعني. على جل في رمضان هنكون شغالين على الباور بوينت. تمام? تمام. فبالتوفيق لكم جميعا. اه ان شاء الله اه يعني اتمنى ان هي كانت محاضرة سهلة وبسيطة عليكم. اه اه ما فيش اي مشكلة. حبي ان تتواصلوا مع ابش مهندس احمد حسام اه دعم فني ما فيش مشكلة. حد عنده اي سؤال بخصوص اه محاضرات بخصوص اه يستفصل عن اي حاجة شرح والكلام دي يتواصل معي يعني ان فيش مشكلة على الواتساب. اه بالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله. اه بش مهندس انا كده خلصت محاضرة اليوم. اه. تماميك مع حضرتك. اه.